اشتركوا في القناة في جوانب التعامل والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لأخي فخامة الرئيس المصري على جهوده في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية فيما رحب فخامته بجلالته وبزيارته لمصر مشيدا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة مع مملكة البحرين وبمواقف البحرين العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها وأكد حضرة صاحب الجلالة اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بعلاقتها الوثيقة مع مصر الشقيقة والتي تزداد قوة ورسوخا مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأثناء جلالته على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضيها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما بحث الجانبان الأوضاع المستجدة في المنطقة إلى جانب الأحداث والتطورات الإقليمية والعربية والدولية وتبدل وجهة النظر بشأنها معربين عن الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن كما أشهد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل وأكد على أهمية بذل كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب